شارك سعدة دكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمناقشة واقع التعليم في الوطن العربي وقد تم اختيار مملكة البحرين في اللجنة الوزارية تنفيذا لقرار المؤتمر العام للمنظمة بهذا الخصوص وقد ناقشت اللجنة الوزارية متطلبات دراسة يعدها فريق من الخبراء ستركز على تشخيص الواقع التعليمي في الوطن العربي وأبرز المتطلبات والتحديات مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب العالمية والظروف والمستجدات التي يشهدها العالم العربي وانعكاسها على واقع التعليم في كافة المراحل كما تتناول الدراسة المحاور الرئيسية المشتركة للمنظومات التربوية في البلاد العربية ومدى إسهامها في دخول المجتمعات في مجتمع اقتصاد المعرفة وسبل إعداد وبناء المواطن المتكامل والمتوازن في معرفه ومهاراته وقيمه واتجاهاته ومن المتوقع عرض الدراسة على الاجتماع القادم لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية تشارك مملكة البحرين اليوم في الاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة دراسة واقع التعليم في الوطن العربي ومشاركة مملكة البحرين تأكيد على ما وصلت إليه المسيرة التعليمية في مملكة البحرين بفضل الدعم والمساندة التي تجدها وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيزة اليوم تم في الاجتماع التطرق إلى العديد من الجوانب التي ركز عليها فريق العمل المكلف بهذه الدراسة والاستماع إلى أيضا مرئيات اللجنة حتى نستطيع أن ننتقل بالتعليم في الوطن العربي إلى مرحلة مهمة خصوصا وأن الدول العربية تواجه اليوم العديد من التحديات في هذا المجال خصوصا في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس الوطن العربي بشكل كبير وتم الاتفاق على الانتهام من هذه الدراسة وعرضها على الاجتماع القادم لوزارة التربية والتعليم في الوطن العربي لجنة التقت بفريق الباحثين الذي قام بإعداد الإطار العام للدراسة وبدأت بالمناقشة الإطار العام للدراسة ومنهجية عمل الدراسة حتى تتأكد اللجنة أن الدراسة تسير وفق الطريقة التي رأتها اللجنة والتي حدثت مسار لفريق الدراسة أن تسير البحرين من أولى الدول العربية التي فتحت فيها مدارس ومدارس تانوية ومراكز تعليم نحن نستفيد الكثير من تجربة البحرين وتحديدا فيما يتعلق بتدريب المعلمين معروف أن البحرين استعانت بتجارب عالمية في هذا الجانب وعلى رأس التجربة السنكبورية في تدريب المعلم وطبقتها في البحرين لمملكة البحرين ولعاهل مملكة البحرين ولحكومة مملكة البحرين ولشعب مملكة البحرين التحية والتقدير على ما يبذلونه من جهود طيبة لدفع العالم العربي للأمام وليس فقط مملكة البحرين تجربة تعليم في البحرين تجربة عريقة تستحق التوقف تستحق الاستفادة منها ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية قد أخذنا بعض الجوانب في تجربة التعليم في البحرين لنطبقها في مجتمعنا التربوي هنا